في تحرك مغير لكل التوقعات حيال العلاقة الباكستانية الأمريكية وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أعلن قرار بلاده شراء البترول بأسعار مخفضة من روسيا أمر يأتي ضمن منعطفات دولية كبيرة تعيشها البلاد بين الضغوط الأمريكية لبقاء تبعياتها لواشنطن خالصة وبين ما تريد الحكومة لمصلحة بلادها وشعبها لقد تم الاتفاق على الحصول على أسعار بترول مخفضة وبشكل مساوي لما حصلت عليه الهند أو بأقل من ذلك ولذا فنحن لنا الحرية في الحصول على هذا والتعويض عن خسائرنا التي حصلت ولقد أبلغنا الأمريكيين خلال زيارة الأخيرة عن هذا الأمر وتعاني باكستان حاليا من ارتفاع متزايد في أسعار الوقود أمر كان لابد من القيام به لاستكمال خطة صندوق النقد الدولي لضمان استكمال قروض الإنقاذ السريعة للحكومة الباكستانية لتجد إسلام أباد نفسها أمام حالة من تضخم العام في اقتصادها الداخلي ويكون الحل بإيجاد أسواق بديلة لمصادرها الأساسية ولا سيام الوقود لطالما كانت العلاقة الروسية الباكستانية تتأثر بأطراف أخرى والآن يعتبر هذا الأمر ممتهيا وباكستان قادرة على التعامل مع الجانب الروسي بطرق أكثر قوة وقربا قرار باكستان شراء البترول بأسعار مخفضة من روسيا أمر سبقتها إليه الهند من دون اعتراض دولي وأمريكي ما يشير إلى بدء خروج أسواق كبيرة عن قرار السيادة الأمريكية وتحديدا باكستان التي وقفت حليفة للإدارة الأمريكية في حربها لعقدين من الزمن في أفغانستان تتجه باكستان نحو جلب البترول الروسي بعد فتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية لتقطب هذا خطوات بعيدا عن المعسكر الأمريكي الذي قد يرى في المستقبل القريب تباعدا متزايدا مع تقارب روسي باكستاني صيني استراتيجي متعدد الأبعاد بكر يونيس إسلام أباد الميادين